مجرى العميد طارق صالح عود مجلس الرئاسة اليمني صدمة في أوساط عن صاري عمه الرئيس الأسبق علي صالح بعد دعوته لتشريد العقوبات على عائلته ونقلت صحيفة عكاظ السعودي رسمية عن طارق صالح مطالبته مجلس الأمن الدولي بتطبيق قراراته الخاصة بليمن في إشارة واضحة إلى القرار 22-16 والذي يتضمن عقوبات بينها حضر السفر وتجميد الأرصيد على نجل عمه أحمد علي عبدالله صالح المقايم في الإمارات العربية المتحدة ولم يتضح بعد دوافع طارق صالح لهذا الملف في هذا التوقيت بالضبط الذي تستعد فيه الإمارات لتحرك جديد بقية إنهاء العقوبات عن أحمد علي مع تراجع مطالب إخوان ببقائه تحت بندها كما تحدثت بذلك توكل كرمان عدو مجلس الشورى الإصلاح وما إذا كانت تتعكس مخاوف طارق صالح من عودة أحمد علي صالح إلى المشهد أم ضمن رسائل سعودية للإمارات التي تتفع بنجل صالح إلى المشهد يذكر أن طارق كان من أعرف عصورا لعمه خلال فعالي الذكر الوحدة في المخاء رغم أنه مشارك في تحقيقه ويدفع الطارق صالح بقوة للاستحواذ على إرث عمه السياسي على حساب نجله أحمد علي صالح وقد سبغ له أن ضم قطع واسع من المؤتمر إلى مكسبه المعروف بالمقاومة الوطنية كما ساهم باتساع رقعة الخلافات داخل المؤتمر الشعبي الذي يسعى نجل عمه للعودة إلى المشهد من بوابته